يسعد لكل أوقاتكم يا رب حباي بقلبي الغليين إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب اليوم إن شاء الله بدي أعمل صينية الكبدة اللي هي السودع مع بطاطا إن شاء الله تعجبكم يا رب حباي بقلبي وإذا عجبتكم لا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك عندي هون كيلو من الكبدة كنت غسلته كتير منيح ومقطعته ونائعته بالليمون وبعدين هون عندي البطاطا عندي كيلو ونص من البطاطا مقشرتهم ومقطعتهم بهذا الشكل ما تكون كتير سميكة تكون منيحة مثل هيك هلأ هون حطيت شوية زيت بالمقلاية لحتى قلي فيها الكبدة والبصل هلأ هون أنا عندي ثلاث حبات من البصل الكبار مقطعتهم شرائح جوليان وهلأ هون بدي قليهم مع شوية الزيت اللي حطيتهم هتركهم هلأ بس لحتى يدبلوا معي ويصير لونهم ذهبي وبعدين رح اضيف فوقهم السودا أول شي هلأ هون رح اتركهم لحتى يدبلوا شوفوا هلأ هيك صاروا تمام عندي واللون اللي أنا بدي إياه هيك ما يكونوا كتير مغمئين وهلأ رح اضيف قرن واحد من الفلافلة الحلوة ومقطعته كمان هيك دوائر مثل ما أنتوا شايفين بيعطيك طعم كتير طيبة للسودا وبيخلي ريحتها كتير طيبة هو والتوم هلأ عندي معلقة من التوم المهروس كمان قليته مع البصل والفلافلة كله رح اقلي هلأ شوية لحتى تطلع الريحة الحلوة منهم وبعدين رح اضيف فوقهم الكبدة كما أنتوا شايفين هيك حبايا بقلبي صار معي هلأ الخضروات جاهزة ضفت فوقهم الكبدة اللي كتغاسلتها ونقعتها بالليمون شوفوا ما فيها ريحة زفارة أبدا كان لأنه الليمون يعني سبحان الله بيقضي على كل الزفارة هلأ حطيتهم فوق البصل وراح اضيف التوابل حطيت معلقتين من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود ومعلقة من الزنجبيل معلقة كمان من الارفل نعمة ومعلقة من الهيل الناعم اللي هو الحبهان ومعلقة من الكاري هاي التوابل اللي أنا رح احتاجها اليوم للكبدة ما رح اضيف أكتر من هيك غير معلقة واحدة بس من الماجي هلأ رح احطها هاي التوابل مناسبة وما بدي أكتر من هيك الكبدة مشان تضل طعمتها طيبة هلأ هون حطيت معلقة من الماجي الناعم وهيك صارت عندي جاهزة رح اتركها هلأ هون لحتها تستوي وبعدين إن شاء الله بكون أنا قليت البطاطا بهاي المرحلة هلأ هون رح اتركها تستوي إن شاء الله شوي وبعدين رح اكمل بقية الوصفة إن شاء الله تعجبكن يا ربح أبايا بقلبي وتجربوه هاي الطريقة رح تعجبكن كتير وتدعو لي عليها هلأ هون عندي البطاطا شوفوا من شاء الله قليتها وصارت جاهزة كل كمية البطاطا اللي كانت عندي قليتها بعدين هلأ هون رح اضيف السودا فوقهم أنا ليش ضفت السودا هيك فوق البطاطا مشان تعطيها طعم كتير طيبة للبطاطا وتتنغنغ هيك وتتسأسق بالكبدة وتصير طعمتها كتير طيبة وغير هيك كمان لأنه هلأ رح ادخن كمان أنا الكبدة والبطاطا يعني رح اشغل فحمة عن نار وبعدين رح ادخنها هلأ وتصير طعمتها مدخنة هلأ أول شي رح احركن هيك رح احركها هي والبطاطا بس مو كتير مشان البطاطا ما تدفع سمعي يعني عم حاول انه بس شو انه اجمعهنه بقلب بعض فضيت هلأ شوي من النص مشان حط الفحمة يعني فضيت مكان للفحمة وحطيت طبق صغير مشان حط هلأ الفحمة عليها هلأ 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 تلما انتوا شايفين شغلت الفحمة عن نار وبعدين رح احطها فوق الكبدة بعدين هلأ 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 رح اضف له شوية زيت مشان الفحمة عندي تطفي وتعطيني طعمة التدخين رح اتركها بس 10 دقايق او ربع ساعة وبعدين رح اشغل عليها شوي النار على الغاز مشان تسخن معي شوي وبعدين هيك بتكون صارت جاهزة للتقديم شوفوا ما شاء الله المنظر بياخد العقل وعملت قدامه كمان فتوش كمان طيب قدامه وبده ليمون كمان قدامه اعصره ليمون او بصل اغضر هيك وفجل جرجير كتير كتير طيبة وان شاء الله رح تعجبكم حبايب قلبي وتجربوها انا عملت هاي الخطوة حطيت البطاطا والكبدة مع بعض بس مشان ندخنهم وتعطيه طعم كله تصير طيبة معي من الكبدة وهايك هانا توصفتي لليوم حبايب قلبي اتمنى تعجبكم وصفاتي اللي عم قدمها وبده تشكر كل مين عم يدعمني وعم بيتركلي تعليق حلو الله يجبر خاطركن يا رب حبايب قلبي ولا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك بالتوفيق والنجاح للجميع يا رب